اشتركوا في القناة خلصنا موضوع الحصة الماضية الدماغ واخذنا اجزاء الدماغ وشرحنا الدماغ كامل وحكينا كل وظيفة في الدماغ او تقول جزء من الدماغ شو يؤدي وظيفة البدية منك قبل ما تكمل الحصة بس تنتهي الحصة شان ما لقاش انسى اترك تعليق فخم ومرتب زيك وصار فيه تحدي بين الطلاب والطالبات انه مين بلخص طلخيص ارتب واحلى فاي حد بلخص طلخيص يمرتب للموضوع يبعت لي ايه او يبعته على جروب الفيسبوك ينزع جروب الفيسبوك الخاص في استاذ اناس النجار اسمه الاحياء مع الستاذ اناس النجار شو اسمه الاحياء مع الستاذ اناس النجار ويبعته على واتساب عشان ابعت له رابط الجروب وننشر الطلخيص عشان نشوف نعمل مصابقة مين احلى طلخيص وافضل طلخيص خلصنا موضوع الدماغ نجي نكمل اليوم في موضوع الحبل الشوكي هو ثاني جزء من الجهاز العصبي المركزي تمام تمام الحبل الشوكي بحكيني مثل حبل الشوكي حلقة الوصل حلو بين مين ومين مين ومين 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 تمام بين الدماغ وبقية اجزاء الدسم اذا الحبل الشوكي هو اللي بوصل بين الدماغ الحبل الشوكي بوصل الدماغ مع باقي اجزاء مين اجزاء الدسم وهي مين هذا وهي محمود تمام اذا اول وضيفة رئيسية ان الحبل الشوكي بوصل بين الدماغ وبقية الدسم حلو اذ يصدر عنه واحد وثلاثين زوج من الاعصاب الشوكية حلو اذا يخرج من الحبل الشوكي واحد وثلاثين زوج يعني كم عصب هاذو الازواج كم عصب يعني 62 عصب بصدره من الجهاز أو من الحبل الشوكي يعني لو نرجع لفوق للصورة الأولانية اللي شرحنا فيها ديك المرة الصورة اللي فوق اللي هي الصورة هاي لو بننيجي نعد هاي الأزواج اللي طالعة من الحبل الشوكي لازم تكون مش تقول تعد فيهن لازم تكون 62 عصب أو 31 زوج من العصاب الشوكية طيب لنسموها عصاب شوكية لأنها صادرة من الحبل الشوكي رح نتعرف كمان شوي إنه الأعصاب اللي طالعة من الحبل الشوك تسمى عصاب شوكية والأعصاب الصادرة من الدماغ تسمى العصاب الدماغية تمام؟ ما نكون صحيين طيب التي تربط الدماغ بمختلف أجزاء جسم لأنه هاي شمالها تعتبر مين الأعصاب الشوكية الدماغ إنه بربطها مع مين مع بقية أجزاء الجسم حلو حلو يا أستر طيب بحكي إنها معلومة مهمة جدا هاي المعلومة بحكي إنها يعالج الحبل الشوكي بعض أنواع الإشارات الكهروكيميية أيوة قلت لك حصة الماضية أنا أشبه دائماً الدماغ بشبهه في المدير هذا مين؟ مدير المدرسة مثلاً المدير مخليين والشغلات شمالها الكبير والشغلات المرتبة تمام؟ مراتاً بضطر إنه مساعد المدير والحبل الشوكي مساعد مين؟ مساعد المدير إنه مراتاً أيش يدخل ويحلل لمشاكل فبالتالي إن دماغ ما يقول لك أنت بدك تجنني أنت ليش عاملك معي؟ ما تشتغل ما تحرك حالك تعملك إيش مفيد في حياتك؟ قل له خلص فالحبل الشوكي مراتاً رح يعمل عملية معالجة بعض اللي هي الإشارات الكوروكيميية مثلاً أجيه مثلاً إصبعك مثلاً إشحامي طبعاً أنا بدرجع الدماغ فيها خلص بقول له أنا بحله من عنده خلص دقلق إيش الدماغ أنا عندي الموضوع تمام؟ بقول لك إيش عندي الموضوع إذا قل لك عندي الموضوع أي واحد في صحابك يعرف إن الموضوع شماله خرب طيب التي تصله حلو شو يسوي بعض ما يأخذها يصدر الأوامر أي وا يعني هسا حبل الشوكي قال لك أنا زلم من قد حالي بدي أصدر الأوامر خلص الدماغ أنت خليك عجانب الموضوع عندي هيك بيحكي رسمياً المتعلقة بها مباشرة خلص دون اللجوء إلى الدماغ خلص زلم من كبر زلم حبل الشوكي قال لك عم الموضوع عندي والدماغ تقلقش ويحل الموضوع هو حلو حلو كما يحدث رح نأخذ كمان شوي في حال رد الفعل المنعكس رح نأخذها كمان شوي بالتفصيل الموضوع رد الفعل المنعكس باختصار أنا كان عندي صوبة كان عندي طنجرة كان عندي شحامي إصبعك عليه كان شو بتسوي أنت أعطوه رفعت إصبعك صح؟ طيب رفعت إصبعك والحالي هاي اسمها رح نأخذها رد الفعل المنعكس رح نأخذ خطواتها بالتفصيل فأستنى عليه شوي اللي هو رد الفعل منعكس مين اللي بيقوم فيه اللي هو الحبل الشوكي دون اللجوء لمن إلى الدماغ بقول له خليك قاعد يا عم انت مرتاح الموضوع ايش موضوع عندي موضوع بسيط وأنا بحله في الدماغ شو بقول له بقول له خلص أنا معتمد عليك يلا اشتغل هاش راح نشوف كيف الدماغ والحبل الشوكي راح يشتغل طيب هاي بالنسبة لمن بالنسبة للجهاز العصبي شو ما له المركزي تمام اللي خدنا عن الحصة الماضية عن الدماغ وخدنا الحصة هاي مين عن الحبل الشوكي صح وفي عندي كان اللي هو العصبونات خلي العصبية وخليات دبقية خدناهم في وقتهم ونحن نرجع لو قدام نوخذ عن خلال العصبية ومكونات خلية العصبية العصبون حلو حلو دور مين نوخذ هسه خلصنا المركزي دور الجهاز العصب الطرفي بلا يش يزعل منه يا عصب الطرف هاي نجينك والله عليك اصبر على الزواج شوي علي حين نجينك طيب اذا خلصت من الحبل الشوكي وعرفنا انه ضع دارة في امتحان بكرة بيجيك عدد الحبال الشوكية او الازواج واحد وثلاثين زوج تمام شو بنسمي هاي العملية اللي حبل الشوكي بتدخل بدون الدماغ رح نسميه رد الفعل المنعكس رح نخذها كمان شوي خليك صاحي طيب خليك صاحي تنساش تترك تعليق حلو مرتب زيك على الحصة تمام طيب بتبعتلي على الواتساب عشان نضيفك على جروبات صحيح 07 8 07 13 2 3 4 في جروب للشباب و جروب للصبايا منزع عليه افكار اوراق عمل مصابقات فبعتلي على جروب او بعتلي على رقم الواتساب قوله استاذ ضيفني على الواتساب تمام طيب نكمل في الدرس عن الجهاز العصبي شو مع له الطرفي خلصنا المركزي حكينا الطرفي هو عبارة عن العصاب هو عبارة عن مكوناتها العصاب، حلو يتكون الجهاز العصبي الطرفي من اجزاء الجهاز العصبي جميعها ما عدى الدماغ والحبل الشوكي يعني اي شيغير البماغ والحبل الشوكي شو ما تكون جهاز عصب شماله طرفي بس الحس الماضي ذكر لي فوق انه العصبونات والخلاة الدبقية جزء من جهاز العصب شماله المركزي تمام فالأعصاب فقط جهاز العصبي الطرفي جميع العصاب المنتشرة في جسم الإنسان هي من جزء من جهاز العصبي الطرفي طيب بما في ذلك هستتقسم لك إياه نتبع معي العصاب بدي تقسم لك إياه لنوعين فالأعصاب يعملني هنا لنوعين الأعصاب نوعين أعصاب رح نسميها هسه أعصاب دماغية وأعصاب بنسميها أعصاب شوكية هسه رحشوف شوف هالك بناتن فالأعصاب تقسم لنوعين أعصاب دماغية وعصاب شوكية تمام تمام طيب إذن أول نوع رح نأخذ عنه لأعصاب شماله الدماغية اثنين أعصاب الشوكية هي واحد هي اثنين لماذا سميت أعصاب دماغية وأعصاب شوكية راح طالب صراحي طالب تقولي أستاذ سهلي الأعصاب اللي طالع من الدماغ من سميه أعصاب دماغية والأعصاب اللي طالع من الحبل الشوكي راح نسميه أعصاب شوكية سهل والله سهل والله أستاذ ملحياء سهل طالع طيب تمام تمام إذن بحكيه أنه أنا تمر الأعصاب الدماغية بالجمجمة عن طريق فتحات محددة يعني الدماغ رح يكون طالع منها شايفين هن عصاب دماغية هاي العصابة الدماغية طالع عن طريق فتحات من مين من الجمجمة تمام طيب ويحفز معظمها منطقتين الرأس والرقبة اذا هاي العصابة طالعة من الدماغ رح يتحفز لمنطقة الرأس ومنطقة الرقبة للمنطقة ايش القريبة عليها اذا هاي المنطقة رح تحفز عن طريق الأعصابة الدماغية سهل ليش لانا قريب عليها اذا هاي العصابة الدماغية تطالع من الدماغ رح تحفز لمنطقة الرأس ومنطقة الرقبة هي أعصاب دماغية من مين من الدماغ تمام طيب هاسيني جميعين العصاب شمال النوع الثاني لعصاب الشوكية عصاب الشوكية شو بتعمل على تحفيز بقية مناطق الجسم يعني مناطق غير رقبة وغير الرأس مين مزول عن تحفيزها العصاب الشوكية العصاب الشوكية نطلع على الصورة هاي الصورة هاي خلينا نمسح بسارة خربيش هاي تمام هاي المساح النظفية تاعتنا هاي عضياتي حلوين القلبوش الرئتين تقوني نفس فيهم نفسينتو حبايدي طيب وإذا هاي عصاب الدماغية طالعين منها مين اللي هو العصاب الدماغية هاي شايفينها بتحفز ايش منطقة الرأس والرقبة وهي العصاب شو اسمها العصاب الشوكية العصاب الشوكية اللي طالعها مصدرها من مين من الحبل الشوكي بتحفز جميع مناطق مين مناطق الجسم مناطق الجسم لكن عصاب الدماغية فقط الرأس ومين الرأس والرقبة كيف سهلي هاي الزلمة هاي اموره تمام وهي الحوض وهي الحبل الشوكي وهي الدماغ وهي الحبل الشوكي تاعه وهي طالع منه مين طالع منه الأعصاب ايش دماغية والأعصاب الشوكية طالع حبل الشوكي وهي الرأس مرتب تمام طيب هاي بالنسبة لمين بالنسبة لمكونات أو لأنواع العصاب الدماغية وعصاب الشوكية شوكية سهلة يا أستاذ والله إنها سهلة فش فيها شيء طالعا من دماغ عصاب دماغي طالعا من الحبل الشوكية عصاب الشوكية وصلى الله وبارك صلوا على النبي طيب الله ما صلى الله أستاذ محمد ها بالنسبة لمن؟ بالنسبة له اللي هو اللي هو العصاب دماغي عصاب الشوكية طيب شو من دع دين بيحكي لنا؟ بيحكي لنا هنا إنه جهاز العصب الطرفي رح ينقسم إلى مجموعة أقسام أصفني قولي أستاذ مخدناش حصل ما دي قلت لك حبة حبة فالجهاز العصب الطرفي رح يكون إلو المخطط التالي هذا المخطط ببين لي فيه تقسيمة أو اللي هو تقسيمات أفرع الجهاز العصب الطرفي نخذ مع بعض سهلات طيب إذا الجهاز العصب الطرفي رح يقسم إلى قسمين أو جهازين منسم الجهاز الأول الجهاز العصبي الحسي اللي بعمل عامية الإحساس الحسي اثنين الجهاز العصبي الحركي إذا حسي والحركي هن نوعين لمين الجهاز العصبي الطرفي والمخطط الماضي اللي عملنا ضيف لي على هذا المخطط يعني أعمل مخطط كبير الجهاز العصبي مركزي طرفي المركز دماغ حبل الشوكي وحكينا فيه عصاب عصبونات وكذا والطرفي اللي هو تقسيمة هاي فضيف ليه وعمل ليه على ورقة مرتبة وقل له يا أستاذ هاي التلخيص صار جاهز وبعت ليه تمام بستنى منك أو منك حسب يعني مين أشطر في الألوان وكذا البنات دائما أنا هيك بحسة ألوان وأجواء طيب إذا الجهاز العصبي الحسي وجهاز العصبي الحركي الحسي شو هو يتكون من سهل لمستقبلات إيش رح تكون مستقبلات حسية مثلا حرارة برودة ألم على الجلد مستقبل حسي إذا نتكون جهاز الحسي من مستقبلات حسية وعصبونات عصبون بيكون في الجلد بوصل بنقل هاي الحرارة أو هاي البرودة وهذا الإحساس تمام تصلها بالجهاز العصبي المركزي يعني أنا عندي في الجلد مثلا منطق هاي أنا عندي خلايا إيش مستقبلات حسية جيت في إبرة غزيته مكان هنا شو رح تعمل إنت؟ رح تحس في الألم صح ليش؟ لأنه رح يبعد مكان الألم رح يكون سيال عصبي رح يروح فيه؟ رح يروح فيه على الجهاز العصبي المركزي كان حملة شوكي أو كان الدماغ وبعدين يرجع في أمر إنه اتألم أو إنه اسحب إيدك أو كذا في نخزة إبرة، دبوس، إشي تمام؟ فهذا الإشي مسؤول عنه مين؟ الإحساس الجهاز العصبي الحسي لأنه فيه يتكون مستقبلات حسية ومعصبانات تصلها بالجهاز العصبي المركزي حلو حلو، خلصنا من أول إذن ألف الجهاز العصبي الحسي، طيب اثنين، الجهاز اسم العصبي وشماله؟ الحركي إذن حسي وحركي الحركي يقسم إلى قسمين ألف وباء ألف اسمه الجهاز العصبي الجسمي ورح نبلش فيهن وحده وحده رح نأخذ كمان شوي الجهاز العصبي الجسمي اسمه الجسمي، طيب اثنين، مش جسم اللي بيغني هذا الجسم إنه من الجسم، فدير بالك هذا الجسم شغل ليش؟ إذا غنى لحده بيكون شطبه، طيب اثنين، الجهاز العصبي الذاتي الجهاز العصبي الذاتي كمان رح نأخذ بالتفصيل ينقسم الجهاز العصبي الذاتي إلى نوعين من الأجهزة اللي منسميهن الودي واللي ما ودي أو شبه الودي تمام؟ الجهاز العصبي الودي رح نأخذ شو يعني ودي؟ ودي يعني ودي يعني بدي تمام؟ وشبه الودي اللي هو ما ودي رح نخذ للتفصيل وشي يعني ودي وشي يعني شبه الودي إذن هس الجهاز العصبي الحسي مش رح نتطرق له بس خلص ذكر لك إياه أنه مستقبل الجهاز العصبي الحسي أنه متكون مستقبلات حسية لأمور تمام بس أنه بس موصول عن الإحساس يبعد هاي الإشارة من مين الجهاز العصبي مركزي مين تعمق فيه رح نتعمق في مين رح نتعمق في موضوع الجهاز العصبي الحركي رح نوقذ عن الجهاز العصبي الجسمي تمام واثنين رح نأخذ عن جهاز العصبي الذاتي الودي وشبه الودي تمام إذن هاي شو مسمون مخطط اللي هو أنواع أو تقسيمات الجهاز العصبي الطرفي حسي حركي حسي حركي الحركي يقسم إلى جسمي وذاتي الذاتي ودي واللي يشبه الودي حلوين حلوين واستر طيب إذن خلصنا من الجهاز العصبي الطرفي واخذنا أنه عصاب شوكية وعصاب دماغية يقسم إلى أقسام وكذا نيجي الآن نبلش ونتعمق في هذا الجهاز اللي هو جهاز العصبي الطرفي بس مين أي جزء منه الحركي تمام طيب رح نبلش الآن في الجهاز العصبي الجسمي شو ماله الجسمي ودير بالك قوله أستاذ الجسمي اللي هو هذا البغلني لا دير بالك تمام طيب فذا الجسمي من مين طرفي إيش حسي ولا حركي رح تقوله أستاذ الجهاز العصبي الجسمي بينقسم من الجهاز العصبي شو ماله حركي طيب الحركي طرفي ولا مركزي الحركي عبارة عن جهاز العصبي شو ماله اللي هو الطرفي فتكون صحيح لي يا أستاذ طيب إذن أول معلومة بيحكي لنا إياها ينظم الجهاز العصبي الجسمي اللي يكون اللي هو مسؤول عن الجسم شو بنظم وظيفته أنشطة الجسم الإرادية شو مالها الإرادية شو مالها مسؤول عنها عن طريق ضبط العضلات الهيكلية يعيني عليك يا جسمي والله إنك فخم اطلعت أنت شو بتسوي تم عمليه تنظيم للأنشطة اللي بدها حركة شو مالها حركة الإرادية مثلا أنا بدي والله هيني بدي أرفع إيدي بدي إيش أرفع إيدي بدي أنزل إيدي بدي أرفع التين الثنتين بدي أنزلهم تمام بدي أعمل عملية إيش قبل للإيد فهي العضلات أو هاي الحركات الإرادية اللي أنا بدي إياها مسؤول عن تنظيمها الجهاز العصبي الجسمي إذن هنا أذكر وظيفة الجهاز العصبي شو ماله الجسمي بدي أقول لي دي أعضل تركيزة عن الجسمي أنزل جسم إرادية عن طريق العضلات إيش الهيكلية شو أنزلها هيكلية يعني محيطة في الهيكل العظمي طيب ويرتبط أيضا ويرتبط بأعضاء الجسم حلو بحركات لا إرادية يعني هذا الجسمي مسؤول عن تنظيم الإرادية لحركات واللا إرادية شأن لا إرادية يعني أنا ما مش بسؤول عنها بتسير لحالة مثلا أنا غزية إصبعي لقى حالك شو سويت سحبت إيدك صح أنت سحبت إيدك لا لحالك بشعور أو أنه حركة لا إرادية إنه سويت سحبت إيدك صح أو أنت غبست دعاست عدبوس وسحبت رجلك قدمك أنت سحبت لا إرادية سحبت فهذا الجمال جسم الأصب الجسمي هو مسؤول عن حركات اللا إرادية تعرف حلو تعرف برد الفعل شماله يا سلام دلون حرف حرفنا تمام رد الفعل المنعكس إذن رح نوخذ حركات لا إرادية رح نخذها قدتلك رح نخذها قدام برد الفعل المنعكس أتبع معي على موضوع رد الفعل المنعكس وخطواته إذن أول إشي رح حكي لك سؤال أذكر آلية هاي السؤال أذكر آلية رد الفعل المنعكس هاي السؤال أذكر آلية رد الفعل المنعكس رح تكون خلال خطوات وتبع معي على الخطوات حلو حلو يا أستاذ طيب مختصرها أنا لمست إشي بارد لمست دبوس لمست إشي دغعست على دبوس شو بتسوي أنت على السريع بتحكي أوف بترفع أياش إيدك مثلا قلت لك تحامل بتساعد أمك مثلا الله حفظ لك إياه يخذلك إياهم تمام ومساكت الطنجرة وطلعت حامية شو بتسوي أنت على السريع وسخني رميتها شو بتسوي الحجة بتكون طبقة طبقة مقلوب وتدبلها الطنجرة رح يكون يوم تعيس في حياتك السلاح السري تاع الوالدي بتمسك لذوي تصيدك لو أنك آخر في الصين تمام فدير بالك تعمل فيها إذا كتساعد وتدبل الطنجرة فأحضر أخو المسلم أختي المسلمة طيب فشو سوو أنت على السريع رميت من إيدك إيش إليش السخن بريق الطنجرة فهذا منسميه رد الفعل منعكس طيب كيف يصير وشو المسؤول عنه وكيف يحدث كالآتي طيب رقم خطوة الأولى إذا لمست سطحا ساخن مثلا سطح ساخن دبوس بدك إياه سطح ساخن طيب شو رح يصير فإن إشارات كهروكيميئية سيال عصبي حكينا اسمه سيال عصبي إشارات كهروكيميئية تتولد تتكون في المستقبلات الموجودة في مين في الجلد حينو الجلد تحتيه لو نشوف يعني سبحان الله في الجلد وكذا وتبين العصاب والدم اللي في إيدك افتع قوغل اكتب مكونة الجلد أو الإيد رح تخاف من منظر الإيد كلها عصاب وشريين ودم وخلايا حسية وخلايا عصبية تمام فرح يكون في الجلد مستقبل للحرارة في الجلد تحت الجلد أول ما تلمس الإش الحامي بتكون إشارات كهروكيميية برنعمين بيبعث إشارة رح نشوف كيف للجلد العصاب المركزي بيقول له أنت في عندك إشي لمس إشي سخن تمام طيب هاي رقم واحد يعتبرها هايش رقم رقم واحد الألية هاي رقم واحد رقم واحد لمس إش سخن بتكون إن شاء الله تكون كمية بتعدها عصابية كيف تكون عن طريق مستقبلات الموجودة في مين في الجلد طيب حتى تحضر الأشياء هايش هايبنك يلا عشان البنات تكيف طيب تمام هاي مستقبلات نكمل ثم اثنين تنتقل عن طريق عصبونات حسية عصبون رح نسيب إلى أنواع العصبونات عصبون حسي مهاروظو المسؤول أنا عندي مستقبل رح أبعت له عصبون شماله عصبون رح نتعرف عليه عصبون إيش عصبون حسي يعني أنا لمست الجلد انتقل هذا المستقبل لمين العصبون حسي هذا العصبون الحسي شو رح يسوي إلى الجهاز العصبي المركزي فودى الإشارات الكهروكميية عن طريق عصبونات إيش عصبونات حسية إلى الجهاز العصبي شماله الجهاز العصبي المركزي عصبون حسي إلى وين إلى الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ والحبل الشوك بس نشوف مين اهل هو الدماغ والحبل الشوك لحل نكمل هاي رقم اثنين اذا رقم اثنين انتقال هاي اللي شراط عن طريق عصبونات حسية الى الجهاز عصب مركز حلو ياستاذ طيب شو بيصير بعدين حكي لنا لا رحكي لك ولا رحكي لك بعد ذلك تستقبل عصبونات ثانية اسمها عصبونات الموصلة هاي كمان حط لك عليها علامة عصبونات ايش عصبونات الموصلة حلو اذا صار عندي نوعين عصبونات حسية اللي بعد المسؤول اللي منتصله في الاحساس للجهاز عصب مركزي بعدين ودت للجهاز عصب مركزي العصب المركزي رح يبعد اشارة عن طريق العصبون الموصل تمام وين هاي العصبونات الموصلة في الحبل الشوكي هذه الاشارات حلو هاي رقم قديش رقم ثلاث حسرا كمان رح شاهلكوا اياه على اللوح الابيض الشرق الاحسن طيب اربعة رقم اربعة تنتقل الاشارات او اشارة الاستجابة عن طريق عصبونات نوع ثالث اسمها عصبونات ايش حركية هاي كمان اعملنا زهري اعملنا هذا ضل ايش اهي الاحمر يلا شامز عاليش منها هاي الاحمر يلا ياحمر طيب اذا نوع ثالث عصبونات عصبونات حركية رتعرف عليهم جدول لحال هلا قدام حسية وموصلة وحركية الى الججر المستجيب يعني بروح ايش في سخن عصبونات موصل بروح وين في حبل الشوكي الدماغ جبنا سيرته لا بروح الحبل الشوكي الحبل الشوكي في عصبونات موصل عصبونات موصل رح يوصل اشارة لعصبونات حركي هاي الاشارة رح تروح ترجع وين على الاصبع تقول له ايش ارفع لي اصبعك يا حبيبي بمكال الالم لانه رح تضل لك حط اصبعك رح يصبعك شماله رح يذوب انه فيه شو سخن تمام طيب اذا هاي خطوة رقم قديش نعتبر رقم 4 اذا هاي ذي الاشارة ثم تنتقل الاشارات اذا رقم 4 عن طريق اسمونات الحركي الى الجزء المستجيب كان اصبع كان قدمك كان رجلك كان كتفك تمام حر حسب انت الاشي اللي بتألم منه طيب وفي هذه الحالة عضلات اليد فتنقبض نحتوي رقم 5 اذا 5 تنقبض عضلات الايد وبترفع اسبعك لابعاد اليد عن مصدر الحرارة او مصدر الخطر او مصدر الالم تمام طيب استاذ مش فاهم كثير عليك رح فاهمك اياه استاذ تمام طيب هاي الصورة شايفينها هاي الصورة كثير مهمة وجبتها للطلابي في امتحان الشهر الاول انتو حرين اللي بتبع معنى الطلابي وتقول له استاذ هاي الصورة بدوستجيك فعرف يشف طيب هاي التنجرة المقلوبة تمام طنجرة ايش هاي طنجرة مقلوبة انا احب المقلوبة انتو حرين تنجرة منسف تنجرة شوربة تنجرة ملفوف انتو حرين طيب انت رحت بدك تحملها بدك تحسها مش عارف وين اسبع تضرب ضربوا وين على الطنجرة هاي هاي في الاسبع شو بيكون في مستقبلات الم الاحساس مستقبلات ايش الالم تمام حسب في ناس بتحسش في ناس بتحس وكل الناس بتحس مستقبلات ايش الالم لمست الطنجرة شو سويت انا رح يتكون عندي هنا اشارات كهرو كيميائي لو السيال عصبي سيال ايش عصبي طبع معي طبع معي يا حبيب هذا السيال رح ينتقل خلال حكينا ايش حكينا خلال عصبونات موصلة عصبونات ايش رح يكون اسمها عصبونات موصلة هاي رح يكون اسمها ايش عن طريق عصبونات موصلة تمام اللي هي هاي رح تكون عصبونات موصلة رح تروح هاي الاشارة عن طريق هاي الاعصاب ويمشي السيال العصبي هشو بقعد بمشي بتحرك هذا قعد في السيال العصبي حتى يصل النخاع الشوكي او الحبل الشوكي الحبل الشوكي تمام طيب رح يظلوا ماشي حتى يوصل الاشارة لعصبون موصل وين عصبون موصل في نخاع الشوكي الحبل الشوكي حيلو في سباق سباق التتابع بتحضروه اللي بيجعله بأن سبورت وكذا هاي دعاي في سباقات بتكون مثلا ايش بيكون شخص بركض وبستنقع في شخص ثاني شو بيسوي بيجي بيمسك ورقة او هاي اللي بيكون معا البصر ايش وبسلم ها لو ايش متصابق ثاني وهذا شو بيسوي بيكمل السباق عشان يكون ايش في ارتاح وهايك مام سموه سباق التتابع فبيجي العصبون الاشراط الكيروكمائية هاي على مين انا حبل الشوكي الدماغ مش فاضي حبل الشوكي لو دي حل المشكلة فبيجي على عصبون الموصل العصبون الموصل شو بيسوي بالتالي بنقل هاي الاشراط من عصبون الموصل الى العصبون شو ماله الحركي عصبونات حركية تمام طب الخافرة شو كان اسمها عصبونات ايش حسية اللي كانت ايش مسؤولة عن الاحساس اللي هو حسية ونقلت لمين مشت مشت وراحت حبل الشوكي عصبون موصل عصبون موصل وصل هاي الاشراط لمين الى العصبون شو ماله الحركي المسؤولة عن انه يحرك اسمه حركي هاي موصل بس ايش وصلت بين اذا هاي الموصلة شو وظفتها توصل بين الحسي و مين والحركي بس موجوهة يجينا توصل بين الحس الحس في الاحساس والحركي المسؤولة المين حركة العضلة طلعوا فراح مشت طلعوا معي رجع اعطاه امر الحبل الشوكي ما مجدر اوامر حكي انا فسر اللي هو قلع في الم في حرارة اعطاه ايش هر لمين للعصبون الحركي ومشى راح وين على العصبون المتصل في العضلة الهيكلية هاي شو اسمها هاي عبارة عن عضلة هيكلية المسؤولة عن عن انقباض الاصبع فبالتالي نخزها اعطاه اشارة كاروكيميئية شو سو اليد رفعت ايش رفعت ايش انا رفعت ايدي عن مكان اللي هو الخطر او مكان السخونة مش روالت انا رفعت ايدي في اخر خطوة الخطوة الخامسة حكا ترفع القضلات او تنقبض طيب العضلات طيب نعملك ايه انا عجنب اللي هي ملخصة العملية هاي عالسريع عشان ننهي فيها ايش الحصة طيب اين ورقة ايش ورقة بيضة نجي نعمل مخططات اذا اول شي عندي مستقبل ايش مستقبل القلم حلو مستقبل القلم اللي في الجلد رح يوصل الاشارة ل عصبونات عصبون ايش عصبون حسي رح يتكون هنا ايش تقبل القلم رح يكون اشارات كهرو كيميائية اللي سيال عصبي رح ينتقل عن طريق العصبون الحسي ويظل ماشي ويروح فيه على النخاع او الحبل ايش الحبل الشوكي الحبل الشوكي رح يكون فيه عصبون موصل رح يكون فيه عصبون ايش عصبون موصل رح يوصل عصبون الموصل الاشارات الكهرو الكيميائية اللي ماشي عن طريق هاض العصبونات العصبون شو قاله عصبون الموصل العصبون الموصل رح يوصل هاي الاشارات الحبل الشوك رح يعالجها ويقول لك يا ألم و رح ينقل هالمين لعصبون منسميه عصبون حركي مسؤول عن حركي عصبون حركي تمام اذا الموصل بس وصلي بين الحسي والحركي العصبون الحركي رح يكون متصل ماسك في مين ماسك في عضلة يعطيها اشارة كهركمية نخزي يقول هيش ارفعيلي ايدك لو سمحت لنا قاعد بذوب وقاعد بنشوي انا تمام مشان الله يعني شو بتسوي قاعد الحسة فراح يكون متصل في عضلة هيكلية مخططة هاي العضلة رح تكون ايش متصلة في الهو مين الايد وترفع قلب حبطلة تمام وترفع اسبعك عن مكان السخونة فهي الاشارات طلعت اشارات كهركمية انتقلت عن طريق هاي العصبون الحركي للعضلة وسحبت ايدك شو منسمي هذا الرد الفعل منسميه رد الفعل ايش المنعكس رد الفعل المنعكس فراح يبلش في المستقبل الالم اللي هو في مكان في الايد تمام ويرجع وين على العضلة اللي مسؤولة عن انقباض الاصبع ويرفع لك ايش اصبعك هاي بالنسبة لامين لا رد الفعل رد الفعل المنعكس منسميه في الانجليزي منسميها reflex action reflex action طيب هاي بالنسبة الرسمة كثير مهمة ممكن نجيب لك هاي الرسمة الكلمة يقول لك هاي شو تمثل العصبون سهم هاذا الاشي شو عبارة عن ايش ببدأ تكون عارف المستقبل ايش ألم هاي العضلة هاذا العصبون شو اسمه مثلا في الامتحان بدي لك هاذا النخاع نخاع ايش شوكي او الحبل الشوكي تمام طيب اخر شي في الحصة اليوم راح نفيس فقرة فوق ما خدناهاش خلنو خذها مع بعض والمهم في الحفلة هاي انه تنجرت مقلوبة لسه على الغاز او انكبت المهم طيب اخر فقرة بحكينا هان يسمى هذا النوع من السجابة رد الفعل ايش المنعكس حلو اذا عرف رد الفعل المنعكس هو اوامر تنتج من الحبل الشوكي دون اللجوء لمين للدماغ حلو وهو لا يحتاج الى امر من مين من الدماغ فبالرغم من ان الاحساس بالحرارة يصل الدماغ والدماغ بيكون عارف انه في حرارة يعني الدماغ مش نايم على وذانه صاحي لهم بقولك حتى هذا الامر بيكون واصل للدماغ فان رد الفعل المنعكس يكون سريعا لسه دستان الدماغ ويحل لا من مين قبل ان يدرك الدماغ الرسالة ايش وصلته يعني مشاعد المدير بيكون اسرع انه يدخل منوضوع لسه الدماغ بيقولك خلص خليك مرتاح يا عم خلص انت عارف انه في مشكلة بس ايش الدماغ يقول لك اكثر من هيك انا كبر عقلك بيقولك كبر عقلك فبقولك بيكون عارف انه في حرارة بس رد الفعل المنعكس بيكون اسرع انه الحبل الشوكي يدخل من الدماغ اما المسار تسلكه الاشارة العصبية شو يسمى يسمى بالقوس الانعكاسي يسمى يسمى قوس الانعكاسي يعني انا طلعوا كيف قوس الانعكاسي لازم نمسى هذا الاشي هو شو بخار ربيش لعبت الخربيش طلعوا القوس الانعكاسي كيف بيكون طلعوا طيب القوس الانعكاسي بيقولك مصار الشراط الكهروكمية طلعوا كيف بلش بلش من هان امشي مع اللون النهدي بلش يك وراحانه شماله ورجع على الجل فهذا المصار اللي سلكه ورجع على الجل شو بنسمى القوس الانعكاسي بلش عصبون حسي انتقل لعصبون موصل نقل لعصبون حركي شو بنسمى هذا القوس قوس الانعكاسي اللي هو بيطلع من المكان وبرجع على العضلة المسؤولة عن رفع مين رفع الاصبع اليد شو بنسمى القوس الانعكاسي وهيك بنقول خلصنا ايش خلصنا اللي هو الجهاز العصبي الجسمي المرة الجاي رح نبلش في الجهاز العصبي الذاتي اللي حكينا عنه بنقسم لجهاز العصبي الودي وشبه الودي اللي بسميه انا ودك اللي ما ودك يظلحك الكلب مثلا في الليل وكذا شو بديك تسوي خذوا كل مسؤولة عن جهاز العصبي الودي يعطيكوا العافية طولنا عليكم استحملونا ان شاء الله تكونوا المعلومة وصلت لك اي معلومة مش فهمية ابعتلي على الواتساب 0780713234 او اعلقلي على اليوتيوب قولوا سيدة هم موضوع ما فهمتوش رح اعلقلك على اليوتيوب او ابعتلك على الواتساب كان معكم لسيد اناس النجار تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق الدائم جه 2007 الحبايب ويعطيكم الف الف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته